أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد هذه حلقة جديدة من حلقاتنا عن البيوت الآمنة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن كل بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من شياطين والجن وأن ينزل في البيوت السكينة والمودة والرحمة وأن يهدي أبناءنا وبناتنا لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى وأن يتواصل الأباء والأمهات وتتواصل الأجيال في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإظهار دين الله الحق في هذا الكون وقول الحق أينما كان وإن كان مرة وأن يهدينا جميعا سبحانه وتعالى سواء السبيل ثم بعد تحدثنا في الحلقات الماضية أو الحلقتين الأخيرتين عن انتقال العروس إلى بيت العريس وتصير هنا زوجة مع زوجها تحت سخف الواحد اليوم نحدث عن موضوع خطير جدا وهي السنة الأولى للزواج أو يعني بالتعبيرات الإعلامية الصحفية سنة أولى زواج هذه أصعب السنوات في غرس شجرة الوداد أو غرس بذرة الانشقاق وليه ديب الله يما نزرع بذرة ود تنبت شجرة محبة وعاطفة وخير وإما أن نزرع ودعيذ بالله بذرة شقاق ونفور وتركيز على العيوب التي عند الطرف الآخر إن كان زوجا أو زوجا أولا نريد قبل أن ندخل على الحديث لأبناء وبناتي المتزوجين حديثا إن شاء الله أو الذين على وشك بإذن الله رب العالمين أن يهيئ الله لهم أسباب الزواج ويعصمهم الشياطين الإنس والجن يجب أن نذكر حقيقتين خطيرتين الحقيقة الأولى نحن في عالمنا العربي وأسمحوا لي بهذه الكلمة عندنا وفرة ذكورة وندرة رجولة هذه قاعدة عندي قناعة بها شديدة لما نرى عندنا وفرة ذكورة ولكن ندرة رجولة فقضيت وجاء رجل من أقصى المدينة فيه رجال يحبون أن يتطهروا هذه الرجولة يعني أصبحت الآن شحيحة لأن الرجولة تصرف وعقلانية وتؤدى واحتواء لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل لقضية العقلانية التي تسبق العاطفة ثم الكثير يشكو من أن المرأة لا تعطي من طبيعة ما كانت تعطي أمها وجدتها ودا وسكينة واحتواء وصبرا أقول أيضا يعني أن البعض أو بعض منهن يتمرد بالمال أو بالوظيفة أو بالوضع الاجتماعي أو بالأسرة أو بالعائلة عند غياب روح الدين وكما قالت العرب استأسل الحمل لما استنوق الجمل لأن كل واحد لا يؤدي الدور المنط به الذي كلفه به رب العبادة سبحانه وتعالى فنحن إذا حددنا المفاهيم من البداية قضية أن احتواء الزوج من البداية لزوجاته كيف يحتواء أو ما هي نستطيع أن نقول ما هي الرياح التي تهب كما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الرياح المودة نتحدث الآن عن هبوب عواصف الخلاف من البداية أول شيء متعب بين الطرفين وهذا يجب أن يفهمه الأب والأم للبنت ويفهمونه أيضا للولد للفتاة والشاب للعريس والعروس أن أول شيء نجب أن نقتنع باختلاف الطباعة هذه ملكات هذه ملكات يعني مثلا قد تشكو يعني عندنا أختين مثلا تزوجوا في يوم واحد يأتي بعد عام لتجلس الأختان أو البنتان مع أمهما وتسألهما عن أحوال الزوج قد تقول واحدة وربما تزوج الاثنتان أخي أخوين يعني أخي تقول الأولى هو هادئ لدرجة البرود والثاني تقول هو عصبي لدرجة الشيطان كلاهما تشكو تتمنى الأولى المتزوجة من هذا الهادئ إلى حد الجليد أن يقول لها مثل أخيه من الثورة والأخذ القرار ورفع الصوت وغيره وتتمنى زوجة العصبي المتوتر الثائر دائما أن يكون في هدوء أخيه ودماثة خلق أخيه وترك أخيه الدفة للزوجة يعني لا هذه يعجبها هدوء زوجها ولا هذه يعجبها ديكتاتورية زوجها يقول لك أن الأولى تشكو أن الأول ديمقراطي لدرجة يعني مغرقة يقول لك اللي تشوفيه اللي تعمليه اللي يجي على بالك فلا يأخذ قرارا والآخر لا يترك يعني هنة ولا صغيرة ولا توقف عنده وقال رأيه فيها وأدل بدلوه فيها وربما يسمع من أذن ويخرج من أذن نحن لا نريد لهذا الهدوء القاتل ولا هذه النار الحامية نحن نريد رجلا فيه صفة الرجول نفس القضية في قضية الزوجة يعني العروس أو البنت أو المتزوجة حديثة نفس القضية قد تكون سلبية لدرجة أن لا تعطي قرارا والله يا أخوان اللي تشوفه اللي تعمله أنت الرجل هذا شيء طيب في البداية لكن بعد ذلك رجل يحب من يشاركه من يناقشه ولكن ليس نقاش المستبد وليس نقاش اللي كما نقول الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية عند اتخاذ القرار لا نحن نريد يعني أنسا في تآلفا وتكاملا في الأخلاقيات فأول شيء تصطدم به الزوجة المتزوجة حديثة في السنة الأولى للزواج وهو شيء يصطدم به الشاب عند زواجه بزوجته في أول سنة بقدر اختلاف الطباع يجب أن ينصط الزوج ولا يغير تغيير يعني زي ما نقول ايه زي ما نقول أنا عندي ضلع منحني أنا إن أردت أن أقوم هذا الضلع يجب أن أقومه خطوة خطوة زي العلاج النفسي في شوحد عند حالة نفسية يجلس مع عالم أو طبيب نفس أو عالم بالقلوب وما فيها يعني يعني تقلبات القلوب والنفس الإنسانية أن يعالج في جلسة واحدة كيف جلسة واحدة يعني لدي بد أن يسلع منه وأن يستكنها أخباره وما مشكلاته ويبحث عن العقد التي يعني سبحان الله يعني تضع تضع حواجز على يعني على شخصياته أو هكذا ثم بعد ذلك يستطيع أن يعني يغير منه الاختلاف الطباع مثلا مثل مثل ماذا يعني قضية العادات المعيشية العادات المعيشية هو له يعني طريقة في النوم ينام بها يعني مثلا له ساعات معينة في النوم مثلا ينام بها منذ أكثر من 20 سنة في بيت أبيه وأمه هي كذلك كانت العرب تمدح المرأة العربية لما دولا أنها بنت عز يعني يقولون عنها نؤوم الضحى يعني نؤوم الضحى يعني لا تطلع عليها الشمس وهي نيمة لأنها عندها من الخدم ومن الحشم مش يعني واحدة مبكرة يعني مغلوبة على أمرها التي تستيقل لتجهز يعني ده مثال كان هذا في زمن قديم أما الآن لنؤوم الضحى حتى ولنؤوم الليل لربما لا تنهم الليل من مشاكل التي في البيت أو من المسؤوليات الملقاة على عاطقها ولها ثوابها عند الله سبحانه وتعالى المهم يعني هكذا العرب كانت تمدح وتقول يعني ضمن السيرة الذاتية للبنت عندما يعني يسألون عنها ويقولون ما أخبارها في قضية أن يتزوجها فلان يقولون أم الضحى يعرف أنها من بيت عائلة من قبيلة كبيرة يعني سبحان الله بهذا النمط فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه وفضله وجوده جعل أن يعني في العداد ربما له عادة معينة عادات معينة في بيت أبيه في قضية الطعام والشراب يجب أن الجوجة تنظر وتترجم وتسجل وتسجل لا تعترض يعني ما في جداع للنقل للفور نحن عندنا العرب سيخنين في النقل يعني يعني آراءنا تسبق أفكارنا وكلماتنا تسبق عقولنا وأرسنتنا يعني قبل تفكيرنا بمراحل طويلة نخرج الكلمة وبعد سنتين نفكر ما الذي قلناه لكن العاقل لسانه خلف عقله فكر الأول ما مجلون الكلمة ماذا تترك من أثر هل هذه الكلمة إيجابية أم سلبية طب لو قلتها هل تترك أثرا مؤلما في الطرف الأخر بهذا المنطق بهذا المنطق يعني يزن الإنسان كلماته كما يزن الجواهري جرامات الذهب ليه لأن هكذا المؤمن كلماته مهمة لماذا لأن جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان جراحات السنان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسانه تكذب الإنسان بالكلمة لا يلقى لها بالا ربما هوت به كذا وكذا كما ورد في الحديث الشريف إذن اختلاف العادات المعيشية يجب أن لا أنتقد من البداية بالعكس معذرة يجب أن أراعي أن أمامي إنسان من 25 سنة تعود على عادات معينة وهي من 25 عاما تعودت على عادات معينة هذه العادات لماذا أن تقلط هذه عادات لا يعني لا تدخل في حدود الخطأ ولا في حدود العيب ولا في حدود تعدي الحدود بالعكس يعني الأشياء تدخل في حدود المباحات التعاملية في الناس مع بعضها البعض إذن اختلاف الطبع اختلاف العادات المعيشية التي ليس فيها مسألة حلال وحرام لا طريقة أجل طريقة معيشة طريقة اتقاض يعني أحيانا الزوجة تأتي لتشكو في أول سنة من أنه بطيء في قضية أنه يلبس في نصف ساعة وعنده قضية الوقت مقتول وقته هنا تبدأ بإثارة قيمة الوقت ولكن بطريقة غير مباشرة نحن العرب يعني والموسيقين عمات بس العرب بالذات كمدلة الإسلام لا نقبل النقد ولكن قد نقبل النصيحة المغلفة نقبل النصيحة إذا كانت صادقة أما إذا كانت تأخذ صفة النقد وصفة التصغير وصفة أن أن أنت مخطئ وأن هذا من لا يجوز لا هو لا يقبل هو ليس طفلا أنت لست ناظرة المدرسة وأنت لست الحاكمة بأمرك الذي منع الحاكم بأمر الله في مصر في عيام المملكة يعني يمنع بعض الناس أن يمشوا بالقباقيف في الشوارع يمشوا حافيم ومنع مش عارف أكلت كذا وأكلت كذا لأنت لست الحاكمة ليس هذا من إيه من فقه الزوجية الصالح وليس إلا من فقه الذكورة وليس من فقه الرجولة وعند فقه الذكورة وفقه الرجولة نتوقف قليلا لنعود لنزور البيوت في السنة الأولى ونشخص بعض الأمراض ونبحث أولادنا وبناتنا بما يرضيك يا رب العالمين كنوا مع هذا الفصل إن شاء الله نواصل في السنة الأولى للزواج إن شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم مرحبتي في الله مرة أخرى ونحن في زيارة بيوت أبنائنا وبناتنا في السنة الأولى للزواج لنضع لهم بعض الدعائم وبعض المعالم لإقامة حياة هانئة أو غرس شجرة الود حتى نجني عاطفة وحنانا وألفة ومودة كنا نحدد قبل الفاصل أن البعض يشكو من هي تشكو من بطئة صرفاته يعني عنده ردود أفعاله بطيئة يعني يسمع الكلمة يقول مثلا أنا أريد كذا فلا يجيبها وربما يعني كأنه لم يسمع شيئا هي تشعر بأنه قد أهمل طلبها فتبدأ الشيطان يدخل يقول لها آه أنه الآن مجغول بأمه وأبي وليس مجغولا بك ومجغول بأخواته البنات وأخواته وعنده العمل أهم منك وعنده كذا وعنده كذا وبدأ الشيطان يوسع المسأل طالما أنه بطيء في التصرفات اسبري عليها ولا داعي لتوجيه النقد المستمر توجيه النقد المستمر يولد في القلوب وفي النفوس العداء والبغضاء لأننا نريد زرع مواده لكن أنا لما كما قال الأعرابي لزوجتي ولا تنقريني نقرك الدف مرات مش كل مرة ضرب 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 بهذا المنطق ولكن حنانيكي على اتخاذ القرارات أو ترجمة التصرفات لا أنا أريد هدوءا في التعامل فإذا كان هو بطيء في التصرفات أنت يجب أن تكون يعني متلمس أنت الصدر الحنور لأن مثلا هو قد يعيب ويقول يا فضلت الشيخ يعني ده هدوء قاتل يعني مثلا أريد كذا أو ترد على الهاتف إلى أن تصر إليه تاخد وقت طويل ووعدين يا أخي سبحان الله يعني كما قال العربي أنت تأق وأنا مأق فمتى نتفق وترجمتها هي هذه اللغة عربية والله يعني هذه لغة عربية أنت تأق وأنا مأق أنت سريع الغضب أنت وأنا سريع الخطأ يعني أن أنت تغضب سريعا وأن أخطئ سريعا فمتى نتفق أنت تأق وأنا مأق أنا عصى بدرجة أولى وأنت متوتر ومتهجم درجة أولى أنا لا أرضى للأسوnen وأنت تأق وأنا مائق فمتى نتفق لا نتفق أبدا طالما أن فيه يعني انفعال من الطرفين يعني انعز أخوك فهم هكذا قالت العرب انعز أخوك يعني الطرف الثاني عنده شيء من الشدة شيء من الحدة شيء من التوتر ما نتوترش احنا الاثنين مع بعض ودي مشكلة البيوت في البداية يعني واحد في حالة من الثورة تلجب يكون في حالة من الهدوء لأن الشيطان يريد إثارة الآخر ومدام ثار الآخر إذن سبحانه ضاه العظيم يعني قضية التعامل بامتصاص الآخر بامتصاص الصلمات الجماعة الأصحاب المراكب اللي بترسوا على الشط سواء صغيرة أو كبيرة أو السفن في على الشط شيء كده زي إطارات السيارات من الكوتشوك من الكوتش من المطاط توضح كذا هذه الإطارات على يعني شط البحر أو النهر أو المرسى المائي لماذا؟ لأنه لما تأتي السفينة الخشبية أو المصنوعة من مادة كذا تأتي لترسوا فالأمواج تجعلها تصطدم مرات ما الذي يحدث؟ لماذا لا تتصدع جدرها؟ لماذا لا يصب؟ لأن هذا الله الإنسان من بداية الخارجة أنه يضع له هذه الإطارات المططية حتى تمتص الصلمات نحن نريد نفوس بهذا المنطق تمتص حدة من أمانه حتى ترسل سفينته بأمان يعني نحن نريد مرسى الأمان يعني حتى والله يعني كذب جميل لو عملنا الحلقة يعني مرسى الأمان اسم جميل اسم يعني بس أرجو أن أحد الإخوة من اللي هم بتوع المراكب ياخد الإسم ويسم المرسى الذي يرسل مرسى جميل مرسى الأمان نحن نريد أن نرسوه على شط الأمان شط الأمن والأمان كيف؟ بأن يمتص أحدنا حدة الآخر يقول عمر رضي الله عنه في قضية سقيف ابن سعيدة كنت أعلم أن في أبي بكر حدة فكنت أجهز كلاما أقوله عندما يحتد يعني يهدئه يعني ويقول أبو بكر بعدما انتهت القضية كنت أعلم أن في عمر حدة فكنت أجهز كلاما يعني إذن كل واحد يدرك يعني متى يثره الآخر فإذا احتد فلان كيف يعني يثر فلان لا لازم يهدئ الزوج محتد الزوج يتهدئ الزوج فيها حدة أو فيها غباء اجتماعي أو فيها عدم إدراك للتصرفات يعني فيه زوجة من الذكاء بمكان أن كلماتها أكثر من تصرفاتها لأن كلمتها كثيرة وأراؤها أكثر وأراؤها تفكر يعني تسبق أفكارها هذه مشكلة هو لازم يكون يعني يستوعبها ويواجه وليشوف أنت لك عشر أمور تكلمي في وقت واحد طيب ممكن تتكلمين في أمرين فقط نناقش أمر أمر لكن عشر أوامر مرة واحدة وبقيمين وتشتت الرجل فالرجل يحصل له أو العكس أو العكس هو يكثر من الأوامر لدرجة أنها لا تستوعد والقضاء إحنا مش فيها أوامر وإحنا مش فيها في قاعدة عسكرية يسمع الجنود أوامر الضابط لا 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 إحنا في بيت البيت هذا فيه أخت ورد وشرح صد وعطاء يعني المسألة عايزة عايزة كيف تاتي الموادها الموادها تاتي من أن أتصلت أتصلت عليك ليه وهي تتمنظر عليه وتعمل منظرة وكلام هذا هذه ليس البيوت هذه قبور حتى وإن كانت داخل قصور تجد البيت واسع ولكن ثقب إبرة يعني سبحان الله يعني فأنا أرى والله أعلم أن مسألة فهم الآخر هذه قضية خطيرة جدا والله إذا مع فهم الآخر دخلوا علينا من الاتصالات ما شاء الله الأول اتصال أخت نور من العراق أو الأخ نور من العراق السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا أهلا وسهلا نعم تفضل أنا حديت أشار أنا حديت أشارك وهذا رجب نعمل لا ممكن درفعين الصوت قليلا بارك الله فيك أنا أسمع أنا أنا عندي وشتلة واحدة طيب تفضلي بسرعة تفضلي إن شاء الله إحني بسل يعني بسل مثل من أبدي أصلي أعيد الصلاة أربع مرات خمس مرات يعني ما خليت يعني مكاني إحني بس بعد نبي حد الآن أنا والله إذا أسمع جيدا الحقيقة لو أن طيب لو أن ممكن الإخوة يعني يعني تعيثي السؤال مرة أخرى إن شاء الله طيب أنتو تعيين الصلاة أنا أنا لا أتكلم عن الصلاة يا أختي أنا أتكلم عن السنة الأولى في الزواج ربني ونحن نريد أسئلة داخل الحلقة لأن نريد أسئلة مجهز سلفا وحديث الفقه وأسئلة الفقه ده برامجها بارك الله فيه الأخ محمد من دبي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته أنا أولا بشكرك على البجامج بس فيه أراضي صغار إن يكون النسبة الإتصالات تبقى مساحة صغيرة جدا من البجامج على أساس من السفيد أكبر قدر ممكن من فضيلتكم بعدين محمد الثاني الصوت كان منخفض الحمد لله الصوت الآن أزرح محمد يعني أنا أشكر حضر جدا على البرنامج بس أرجو إن يكون الاتصالات في أحوالي عشر دقيقة بالبرنامج على أساس من السفيد أكبر قدر ممكن من توجيهات فضيلتكم طائد وضع حلقة شكر الله لك الله يضع عناك يا رب ثم يوسف من دبي علي السلام عليكم عليكم السلام طيب ولك اه مشاكرة جدا دكتور والله على البرنامج بتاع حضرتك بوت وربنا يبارك لنا فيك ويكرمكم يا رب تفضع عوز حضرتك تدعيني ربنا يبلغني الشهادة انت واللي بيسمعوك يا رب رح محتمت يا رب يا رزقنا يا جميعا بإذن بارك خبافي عايزة بس اسأل انوه لحضرتك بس ان حضرتك بنوه على موضوع مهم جدا ان حكاوي السيدات مع بعضهم فأضك خصوصيات الجواز خصوصا لما بيعودوا يحكوا كده مواصفات كل زوج ويتخلي كل واحد يتطلع لزوج الأخرى حاضر بارك 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 الحمد لله أول سؤال والحمد لله في البرنامج جميل وتوفاء من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم يبدو انقطع الخط طيب الأخ أحمد من العيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا كيف حاليكم مدر الشيخ الله يرضى عنك وباركيه نعم الحال تفضل الله أنا أحبك في الله يا شيخ أحبك الله الله يكفر من ذلك إن شاء الله تفضل تفضل الله يحييك بس يعني يا شيخ أنا أريد أنت شاركي البرنامج وأساس أنا عند السنة ثانيا والله أو يعني السنة نصرة وأنا متزوج طيب يعني قريب من خلقة البرنامج إن شاء الله قريب من خلقة البرنامج None ان شاء الله تفضل ما سمعك ها تعيadı تفضل معك إن شاء الله أقول لك يعني يعني أنا سأله يعني السنة نصرة وأنا متزوج إيوا ومضلج معزوجي حوالي يعني بعد ما زوجي حوالي شهر كذي وردت هنا يعني انا من مريتاني واشتغلت هنا بين مقيم هنا في الامارات نعم وبس يعني نبغاك عني تنصح النصايح يعني جوزي ما عندي معاها اي مشاكل الحمد لله ولمور عنده كامل لكن في المستقبل نبغاك عني تنصح النصايح يعني شوزي اجاز حاضر عسي بارك الله ويحات توجه شكرا الله ويحات اخي خالد من النرويج السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عليكم ازاك يا شيخنا كل عام والله بارك فيك رضي عليك يا ابني بارك الله فيك اهلا وسحنا بزاك الله ومما انت فيه الله يرضي على التفضل يا ابني والله بالنسبة انت بتحكي عن بوية الامينة استاذنا نعم انا عنده اختي اه يعني تزوجت ولد سافر سويد وخبال سادتك وحنا بعد ذهبها وهو الولد سافر وحنا ساعدناها بقدر المستطاع طيب والمولد اززوج هناك وفاجأة نفاجئ ان اختي مطلقة بقى لخمس سنين داخل يعني طلق طلقذوش دون ان تعلمو نعم دون ان تعلم الولد الولد عمل توكيل لابوه وابوه اللي طلقه بالتوكيل من خمس سنين بالزبط احنا لبفنا والله يا مولانا لبفنا في المحكام واندور في الدفاتر اللي احنا قادرين نجي بتلاه على طلاق السجيل المدني مركز المعلومات اللي احنا قادرين نجي بتلاه وارق الطلاق ففي الصدفة في ولد امين شرطة شغال عندنا في المركز اللي هم فيه فبسأله قال لأختك مطلقة من خمس سنين وقبل ولد ايجي اطلقها واستلم قاسمة الطلاق وبدين أخت ما تعرفوا لسه عارفين الكلام ده بقلنا اسبوع بالزبط طيب والسؤال يا خالد السؤال يا مولاني يعني في مثل هذا الرجل ماذا نفعل فيه يعني بي أختي تحطمت من خمس سنين وبعد ذهابها ورموها وهي خالد في خلال الخمس سنوات ما كان فيه اي اتصال بينها وبين زوجها يعني بالتفاصل ولا اي اخبار كان بتصل لمولاني نعم كان بتصل وبقول لها انا حاخدك وانت زوجتي والولد زوجناك مرة واثنين طيب خالد والله انا عمل ورغة مزورة اجيبك يا خالد اجيبك بارك الله فيك رب نهد الحال يا بارك الله فيك احبتي في الله فاصل ثم نعود نواصل اجابة الاسدة وتكملة هذا الموضوع ان شاء الله ورب العالمين كنوا معي بعد الفترة ان شاء الله اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن مع البيوت الامنة ومع السنة الاولى للزواج ومع الاسئلة خارج الحلقة كثيرا وداخلها احيانا لكن هنأخذ السؤال الخاص بالاسئلة الخاصة بالبرنامج ان كارثة اخراج اسرار البيوت والله هذه سوف نرسل لها طبعا حلقة خاصة يعني السفجيين احنا في المشكلات التي تعترض الاسرة اخراج اسرار واستهانة باستقراج هذه الاسرار اولا لكل بيت اسرار ولا يجب لا على رجل ولا على امرأة يتقي كلاهما رب العبادة عز وجل ان يخرج سرا من اسرار البيت فقد سماها رب العبادة خيانة ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها او ان يتحدث المرأة الزوجة زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء وتصبح الناس على الهواء مباشرة البيوت الامنة المطمئنة المغلفة التي لها ابواب تصبح بلا ابواب وتصبح اسرارها استباحة ومباحة لجميع الناس والناس عندها من الفضول يعني فلانا ليه لم تنجب فلانا لما انجبت ليه توقفت فلانا ده اله ده الله ده ايه ده يمكن ده هذا الاهوى ما يقال اولا يحرم يحرم يعني احنا لسنا برنامج فقهي ولكن هو فقه الحياة وفقه الشرع ولنا ان نتكلم في الفقه الذي علمه ايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يان خذها حكما فقيا يحرم ان يتحدث الرجل عن الاسرار التي بينها وبين زوجته ويحرم ان تتحدث المرأة حتى مع امها ومع اختها في اسرار البيوت لها اسرارها ويجب ان نتقل لها رب العالمين في هذه الاسرار وفي هذه البيوت ان يكون يعني يعني ان تكون يعني الاسنتنا يعني داخل افواهنا ولا يجب ابدا حتى يعني ان نشجع الاخر ايا كان رجل او امرأة ان يعني ان نكون من الفضول بمكان ان ندخل في حياته حتى يتحدث لنا عن عن اسرار بيته ان شاء الله رب العودية هنفرد لها حلقة خاصة ان شاء الله انتصال الاخر محمد من ابو الظبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفعلك مرحب الله يرضى عنكم وبرك فيه نعمل حياة الله يسلم الله يتكره فيه بارك فيكم يا رب تفضل دعم فضلك يا شيخ انا من زوج من خمس شهور و الله يخليك يا شيخ بغير ستعطيني كيفية التعامل مع المرأة طيب وإزاك الله خيف الاخ احمد ملعين كان متزود من سنة ونصعد بعض النصائح ونضيف له الاخ محمد من ابو الظبي متزود من خمس شهور كيفية التعامل طيب ناخد السؤال ده وبعد ان نجيب ان شاء الله اخي زهير من ابو الظبي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته أحبك في الله خير يا شيخ الله يرضى عنك بارك فيه جزاك الله خير عن اي برنامج قمت فيه الله يبارك فيه الحقيقة انا موضوع ان شاء الله في موضوع الحرقة انا متزود بعض السنة طيب وابس حابب انه كلام لا والد الزوجة ووالد الزوج طيب يعني تكون لوالدتي ولا شو فينا نوجهنا الكلام وكيف فينا يعني ان تكون حياتنا افضل من هيك طيب على خلاطي خلاط وصل والكلام كمان كمان يعني انه نعرف اللهم صلى الله عليه انه كيف يكون وضع الزوجة وطاعتها للزوجة طيب حاب حاب كيف ن diferença نارتقيها افضل حال يعني الكلام يكون هذا الموجهى طبعا كل الزوجة انا الحمد لله زوجة من المطاعات الحمد لله من مطاعات جدا يعني جميع وحبها جدا وهذا لي لي الحمد لله اني ارتقيه يعني ارتقيت الزوجة صالحة الصالحة ان شاء الله الحمد لله الحمد وارضو احتواء الزوجة للزوجة وسنتكلم عليه برضو نفس القضية بس الواضح بس عندي بالمنطقة. ما وصل السؤال وصل السؤال بارك الله فيه. طيب اخت ام مراشد من ابو ضبي. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ على هذا البرنامج. يرضى عنكم يا رب اهلا بكم. يا شيخ مشكلتي بيني وبين زوجي يعني زوجي مشكلتي يعني يوم اجيب اي خدامة او اي اي خدامة مثلا. يعني يوم تكون مع عيالي مثلا. حتى لو من غير قصدة عق اي شي على راسم او اي شي هو يعصب علي انا ويبهدلني قدامه. او 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 او. دايما الشيء الثاني انه هو دايما كثير السفر. وبصراحة يوم يرجع البيت انا ما كن استقبلت اي استقبال جميل. لان بصراحة ما زعلني في وايدي زعلني في الشيء. حاضر. حاضر اموراش اجيبك ان شاء الله باذن الله. غارق الله فيك. الله يرضى عنكم يا رب. الاخ زهير من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اه طيب اعرف يا شيخ. الله يبطى عنك يا رب. اه دكتور انا في عندي اللي حخطب ان شاء الله وخاطب يعني وبعد يمكن خطيط شهر يعني حتزوج. طيب. بس عندي مرسل دكتور الشكل بشكل واهيب يعني وثقوق قوية كثير. والدي درجة انه مصار واحد يعني موضوع مثلا انتصال ممكن بفك فيه كثير. وبعدني البنت طيب بنت نعم سبب حلال ومصلي والحمد الله على دين وعلى صلق واهل عنا سبريفين. حيب موضوع استخدام. يعني تقريبا ممكن من المشكلة عندي. بس انه حابق سورة عظيم نصائح كيف هتخلق من الشيء. حاضر. حاضر. بارك الله فيك. شكرا الله. شكرا الله لك. طيب. نلحق ان ان نجيب على هذه الاسئلة بالنسبة نصائح للذي تزول من 18 شهر ابننا احمد من العين والاخ ابننا محمد من زوج من خمس شهور من ابو ظبي. ايضا الاخ زهير من ابو ظبي القضية متزوج من سنة. ولكن يريد توجيه كلمة لكل والد العروس والدته يعني بارك الله فيه حماة وحماته او يعني اصهاره. والعكس برضو نفس القضية الكلام يجب ان يكون عاما. اول شيء انا اريد كما قلت في البداية ان نصبر ليبدأ الانسان في قراءة صفحة الاخر. يقرأ صفحته. صفحته التصرفاتية. الصفحة السلوكية. فانطرق التصرفات. لازم اقراها الاول اقراها بايه? بامعان. ولا انتقد. مش معنى انها تخالف طبائعي وتخالف عادتي انها خطأ. ربما اكون انا الخطأ. فلا بد من قراءة الطرف الاخر. هذا امر. الامر الثاني التريث في اصدار الاحكام. لا داعي ثلاثة. وبعدين. انصح بناتي المتزوجات. لا داعي لان اي صغيرة وكبيرة تنقل الى الام والاب. وبذات الامهات. ليه? لان زوجك يا ابنتي ليس كابيك. ده شيء وده شيء. ده عمر وده عمر. ده من بيئة وهذا من بيئة. انت تعودت من الوالد على شيء. لكن الزوج ده اشياء اخرى. والعكس ايضا. ده يذهب كل يوم الزوج يمر على امه اللي يحكي لها. كل ما هبه وده ابن امه. يبقى طفل عنده خمسين سنة. معقول. يعني اذا يروح ايه ياخد الرضعة ويروح ولا في ايه يعني. سبحانه الله يتقل الله. فاللاجب لا داعي لان يذهب لينقل لينقله. يعني يعني ما في داخل البيوت لامه لاخته. لا لا. يعني ليس هذا من دين الله ابدا. ايضا موضوع يعني فرضنا جدرا ان انت عصبي. ممكن تباين للزوجة من الاول. بقول الله الله انا الحقيقة لما احيانا اتعصى بدون داعي او او يعني احتد. او عندي حمية. احيانا. ففي هذه اللحظة تجنبيني ودعني النقاش. المرأة بطبيعتها تحب النقاش المستمر. لا 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 اوضح. لا الان. لا تدم الا ان تبين. لا يا ما ده كلام مش منطقي. اتركيه حتى تهدأ الريح. ولما تركض الريح تبدأ الرؤية في الايه? في الوضوح. يعني انا لا استطيع اثناء العاصفة ان اسافر. احيانا يغلق الطرقات. طيب نغلق طرق الحوار عند العاصف النفسية وهبوب رياح الخلاف. هذا امر خطير وامر مهم ويجب ان يوضع في الحسبان. اما مسألة ان اول باول هذه قضية. القضية الثانية اننا عايزين ندرك ادراك تان. الطلاق الذي يحدث بعد عشرين سنة زواج وثلاثين سنة زواج. زرعت بذرته في السنة الاولى. والمودة التي نراها في البيوت بعد ثلاثة عقود او اربعة عقود بعد ثلاثين واربعين سنة. انما زرعت شجرة الالفة من السنة الاولى. ليه؟ لان الميزان يكون ميزان الشرع. وطالب الميزان الشرع يبقى مسألة ايه؟ مسألة ايه مهمة. ايضا من الطرفين من الوجب وهذه نصيحتي لابناء متزوجين لابن خمس شهوره سنة ونص واللي هيتزوج بعد شهر او غيره. مسألة المرونة. لا دا حدا يعني صلبة الرأي بما تعود عليك. تعود عليك بالوبال. تعود عليك بالشر. وانت يا ابو نيتي صلبة الرأي. لا 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 انا لا اغير. لا 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 انا كما. هكذا كان ابي يقول. طيب ابوك كان يقول في بيته. وهذا رجل له كلمة في بيته. يعني نحن نريد رجولة متكاملة مع انوثة محتواه. يعني كده. يعني تحتوي الرجولة المتكاملة الانوثة اللي هي الودودة. بهذا المنطق المسألة تتكامل. اما غير كلافة المسألة صعبة. خالد من النرويج وانما السؤال يعني وان كان يعني طلق زوج اخته اخته من خمس سنوات وهو لا يعلم. كيف نتعامل معه. والله انا يعني معذرة ان سمحني في الكلمة. وهنئكم على هذا الطلق. لان انسان سافر. وترك زوجته. وخمس سنوات. وهو لا يعلمها. وطلق عن طريق ابيه. ودون اعلام. يعني انسان غير مأمون بصراحة ان يكون لنا يعني يعني اولاد منه. او يعني يكون لنا عشرة معه. فاحمد الله رب العالمين رضيته من الغنيمة بالايابي. كما قال الاعرابي. يرضى من الغنيمة انه يعود سالم غانم. فانتوا عدتم سالمين غانمين من رحلة الزواج الفاشر هذه. فانا يعني اقول وقلبي اعتصره المرارة. هنيئا لابنتنا هذه بالطلق. لانا الانسان لا يبكى عليه. يعني يبكى على على رجو الشاه. على رجو عنده مرؤة. لكنه ضيع من حياتي خمس سنوات. الله صلى الله عليه وسلم تعالى. يعني مهما كانت الاسباب. انت تريد ان تطلق. اعلم اهلك ان اطلق. اعلم اهل زوجتك. انت كيف دخلت عليهم البيت وخطبت ابنتهم. يعني البيوت ليست هكذا. سلاح مداح مفتوحة. اه وكلم غير بواب. لا لا. هذا هذا. هذا يعني امر في مطال خطورة. وهذا لا اعيب على الزوج. انا اعيب على اهده الذين لم يربيهم احد. وهم ما ربوا ابنهم. ما تربى على قيم ولا مبادئ ولا اخلاقيات ولا دين. يطلق زوجته دون علمها. ولا تعلم الا بعد خمس سنوات ينبئهم الرجل. يعني انا اقول لك. يعني ابننا خالد. يعني اه انتهت قضية. والحمد الله احمد ورب العباد. وان اختك حصلت على الطلاق. انهم تحصلوا على ما يثبت شرعا وقانونا. هذا الامر. يعني عشان ان كان ان شاء الله هذه الانسانة المبتلاه. يطلق بابها ان شاء الله رجل صالح ويعاوضها هذه السنوات ان شاء الله رب العالمين. باذن الله. القضية في اختينا ام راشد. كلم عن اي الزوج اذا اخطأت الخادمة في شيء. يبتدي يعني يؤنب زوجته. يعني يعني. انا بصراحة اقوله دائما. مع كما قلت في الحلقة الاولى. مع الكشف الطبي. اللي بيعمل الحمد لله اليوم في الامارات وفي بعض الدول العربية. اللي يكون خالي من الامراض. لازم يكون خالي مبرء روح ايضا للاطباء النفسيين. يعطون الشهادة من خلوه من الامراض النفسية. الله. واحد عنده عقدة الكبر. واحد عنده عقدة ابن امه. واحد ابن ابوه. واحد ابن اهله. واحد ابن شلته. شلت على الجاهوة اللي وعد معهم فيها. واحد يعني. لا يقوم الى البيت. وانما الشارع هو مكانه الاساسي. المقهى مكانه الاساسي. هذا يعني. ده لابد طبيب النفس يقول هل هذا يسطح للزواج ام لا. هل هو كمال الاهلية. كمال الاهلية. بان له عينين ورسانا وشفتين. ما عند الكل. ما ستة مليار لهم عينين ورسانا وشفتين. لكن انا اريد لبا. اريد عخلا. اريد فكرا. اريد خلوه من الامراض النفسية. الاعاقات السلوكية اسوأ العاقات. وانا لا اذكر ابدا كلمة معاق الا في العاقة السلوكية فقط. لانه هو الذي عوق نفسه. اما الانسان اللي هو عنده تفكير اقل او لا يرى او لا يسمع. هذه ليست عاقة. يعني. يعني. هذا ابتلاء من الله واختبار له ان يعوضه رب العباد خير. انا اريد ان اؤكد ان لابد لابد من هذه الزوجة. اذا كان الزوج يعصل لها فيها. فهي انا يعني. انصحها كأب لها وكاخ لها وكمعلم لها. يعني ان 16 الله رب العالمين يعني تطيع الله فيه. من عاصل الله فينا يجب ان نطيع الله فيه. لكن هو يعصى الله فينا ونحن نستقبله استخبار سيء. هو لا نتقدر فيه. احنا استوينا في المصائب. استوينا في المصائب. بعد ذلك. هو يعني. يعني هو يسيء. احن نحسن. انساء الله. احسن الى من اساء اليك يعني ومن عفى واصلح فاجره على الله ان الله عفوه غفور ونحن ايضا نتخلق بهذه الاخلاق وبهذه السلوكيات انا طبعا الوقت قد ول سريعا ولكن اريد ان اجز في النهاية ما قلته في الحلقة ان لابد من دراسة دراسة متأنية لصفحة الزوج او لصفحة الزوجة الصفحة هذه صفحة التصرفات والسلوكيات السلوكيات تقول انه كذا وكذا وكذا يجب ان اتريت ولا انتقد ولا اكون فكرة الا بعد مرور هذا العام العام هذا السنة الاولى زواج دي هي السنة التي توضع فيها النقاط فوق الحروف ولكن لا داعي لاصدار الاحكام لا داعي للنقد المستمر لا داعي لتصغير من امامي لا داعي لاحباط من امامي لا داعي الاستهانة بمن امامي فاي تصرف فقد يصدع تصرفات بريئة يعني لا طائلة له تحتها مثلا هو وبطيف تصرفات وبطيف حركته وبطيف انفعالاته هادئ ربما انت تقول هذا سلبي لا ربما يكون هذا انسان يعني دمث الاخلاق انت تقول انها لا تشارك لا تعمل لا تسوي نسأل الله ان يبارك في الجميع وحقيقة ندر الله سبحانه وتعالى ان يطرد عن البيوت جميعها شياطين الانس والجن ويعني نريد ان شاء الله نكمل في حلقات سابقة هذا الموضوع نستطيعكم الله الذي لا تضيع دائعه ولا تنسون من صارح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا